برج الجوزاء. آآ خلينا نشوف طاقتكم في هاي الفترة التوقعات. خلينا نشوف اول شي الطاقة تبعتكم كيف حتكون طوال هاي آآ الفترة. آه. آآ شوف يا برج الجوزاء. عم بتكون في قدامك آآ في في شخص يمكن عم بخوفك خاصة يمكن في العمل في العاطفة من الاصدقاء آآ عم بخوفك او عم بيكون متسلط او كلامه جارح او آآ من هاي النوعية آآ فاللي عم بشوف طاقتك في هاي الشهر كل الشهر عم بتركز على هذا الموضوع انك تحجم هذا الشخص انك عم بتحط له حدود انك آآ عم بتفكر كيف ممكن تتعامل مع هذا الشخص لانه شخص متل شخص آآ غريب الاطوار آآ بيحب لك الشر ما بيحبك آآ عم بتفكر طول الفترة او عم بتكون مش خايف يعني عم بتكون آآ آآ بدك تتخلص من هذا الشخص وفعلا رح تتخلص منه او عالاقل من الخوف والآآ والمشاكل اللي عم بيسبب لك اياها. خلينا نشوف ازا بشكل عام توقعات الزوزاء. اوه. آآ زي ما قلتلك. في كار ما عندك. هذا شخص اللي ظلمك رح آآ تظهر عليه النتيجة ورح ياخد جزاؤه هذا الشهر. هايز فترة اللي انا قلت عنها. رح يصير في آآ خلي اوه على فكرة وراء كتير للجوزاء الحمد لله. واخيرا. اوه. خلينا اقول الطاقات قبل ما انسى الطاقات حبايبيح عم بتكون آآ ميزان ممكن فيه الجوزاء اللي هو انت وممكن شخص تاني كمان عم تتعامل معاه جوزاء آآ عم بتكون. اكتر من مرة مر معاي الميزان. ثرابية كمان. كتير ثرابية نشو شوي. آآ فيه مائية. فيه هوائية. هدول اكتر شي يعني آآ بيانون. ازان قلنا في كار ما عندك هدا هاي الفترة ورح تاخد آآ حقك من هذا الشخص اللي آآ ظلمك. آآ مبين فيه ناس عندهم آآ سفر. انا عم بحكي بشكل عام يمكن آآ وانتو تتفسروها زي ما انتو ظروفهم آآ يعني انتو اعرف بالموضوع. وقراءة عامة ما بتنطبق على الكل. ازا حكيت عن مواضيع عاطفية ممكن تكون عكسية. انتو تعرفوا هذا الموضوع. بالنسبة للسفر ممكن جدا انه درج الجوزاء هاي الفترة آآ يسافر. هي عنده سفر ولكن آآ مع اشخاص مش وحيد. آآ على الاقل شخص واحد ممكن يكون معاه. آآ في رجوع من شخص في آآ او شخص جديد حتى. ولكن اللي نبين اكثر انه فيه شخص قديم على فكرة كمان فيه فرصة آآ حامل قوية جدا للجوزائيين. آآ ان كانوا نساء او للرجال الجوزائيين نساءهم. آآ فيه عندهم آآ طفل ممكن يكون آآ آآ فيه فيه يعني آآ اكتر من آآ خلينا نقول اكتر من فرصة فيه فرصة حمل وفيه فرصة آآ خلينا نقول معنى تاني للكرت انه ولادة مشروع جديد. شي اكسترا انت عم تشتغله عن الشغل او آآ بهذا الموضوع. وممكن يكون آآ بالنسبة للرجال الجوزائيين ممكن تكون هاي عبارة عن آآ انثى متكاملة آآ عم تظهر في حياتهم وعم بتأسر فيهم بطريقة حلوة. بالنسبة للمرتبطين والمنفصلين آآ عم بشوف فيه تنازلات كتير من الحبيب. فيه عرض وممكن يكون عرض زواج او عرض رجوع. عم بشوفكم آآ رغم الاختلافات الكبيرة بين عرضهم فيه مبين اختلافات كبيرة بين الشخصين ولكن آآ عم بتقربوا شوي شوي من بعض. وهذا الحب فيه حب حقيقي آآ بناتهم هاي العلاقة عم آآ تتتوج عم تتطور يعني من هذا النوع عم بيسير فيه توازن. من بعد من ظلمت فيه ميزان. فيه اكتر من ميزان فيه عندك ثلاثة. فيه عندك ثلاث ورع فيهم قارمة. في آآ مية بالمية راح يوصل لك اكل حديث عندك وممكن يكون آآ في العمل ممكن يكون في العاطفة بس انا شايفة بالعاطفة خاصة آآ راح يركز برج الجوزاء على العاطفة لانه فيه سعادة عاطفية كبيرة جدا. آآ ممكن تكون كمان آآ زواجة شايفة بينك وبين الشخص اللي بتحبه في آآ زواج في اولاد. ازا كنتوا اساسا متزوجين فالاولاد راح يفرحوكم بموضوع معين آآ او انه يعني عم تتقربوا من بعض ما كان يعني الجوزاء شوي بعيد آآ ومشغول بشغله وباموره آآ عم بشوف كتير آآ في فرصة انه يعني ترجع الامور يعني شايفيتها احلى من الاول حتى بكتير. في آآ مادة في ترقية بالعمل آآ في راح تاخد حقك ازا كان اللي عميكي عليه بالعمل راح تاخده. في مش مشكلة. ولكن في حدث كبير راح يصير هادا هاي الفترة. هادا الحدث آآ راح يعطي كل واحد على حسب نيته. خلينا نقول. ازا انت كنت آآ انا ما بعتقد ان الجوزاء بيظلم. آآ ازا انت كنت آآ ظالم حدا راح تاخد جزائك او العكس صحيح. فانا ما يعني ما يعني ما مش عارفة ازا زوزاء ممكن يعملها بشية. بس انا اللي بعرفه لا. آآ شايفة انه الصخص اللي بتحبه او آآ شريكك آآ عم بي راقبك كتير. عم بيفكر فيك طول الوقت. آآ عم بيكون في عنده شعور بندم يمكن عمل شغلة كبيرة او شغلة زعلتك آآ بناحية من النواحي. بالعمل عم بشوف آآ قد ما كان فيه اشخاص عم بيحاولوا انه يصبطوا من معنوياتك. عم بيشوفك طاير لفوق. يعني مش سائل عن حدا. برج الجوزاء هاي الشهر حلو على الصعيد العملي. وعلى الصعيد المادي والعاطفي اكتر شي فانيا لهم. ان شاء الله يا رب انه تنطبف مع آآ اكبر عدد ممكن. خلينا نشوف اكتر على العاطفة. كاز كبير جدا 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 من الحب. في مشاعر خوية كتير بينك وبين الحبيب. عم ترجع تتحرك وعم يرجع الوضع. يرجع آآ احلى من الاول زي ما قلنا. آآ شايفيتك عم تتشرط آآ عم بتحط شروطك. عم آآ تتحكم تكون انت المتحكم في العلاقة. آآ شايفيتك برج الجوزاء عم آآ تستعين شوي بشخص اكبر منك. على فكرة الشريك آآ او هاي هاي قراءة ممكن هاي تعاطسية وممكن تكون عكسية ايضا. آآ انت او الشريك آآ عم بيخبر اهله عن الموضوع. الشريك يمكن عم بيخبر اهله عن الموضوع. وعم بتم الموضوع على خير. شايفي في تطور لالهاند ما عنه اللي هو الامور اللي كانت مؤجلة. الامور اللي كانت آآ كتير. آآ خلينا نقول آآ جاندة. كلها رح تتحرك يعني بالعلاقة العاطفية. فيه حركة وفيه كتير. هاي الفترة. شايفي انه الشريك كتير مقبل آآ عليك ورح يعني يقدم آآ شي بالنسبة لالك. شايفيتك بالنسبة انت لالك رح تكون شوي حذر شوي آآ آآ عم تكون تقيل يا وادي تقيل. بس آآ عم بشوفك انت بتحبه هو بيحبك يعني فلسول تكبير الراس. آآ عم بشوف من بعد ما كنت آآ انت في عندك غيوم في عندك آآ اكاذيب عن الحبيب يمكن آآ مناوشات آآ مع الحبيب عم تنتهي. فكل الورق الحمد الله حلو جداً لورق الزوزاء يعني يمكن يكون من آآ اكثر الابراج المحظوظة هاي هاي الفترة. لانه احلى ورق يعني بيان عندي تقريبا آآ بيان انه في آآ كتير رح تكون يعني حميمية اكتر في العلاقة بينك وبين الشريك. خاصة ازا كنتوا ازواج فرح يكون اكتر العلاقة ما بينكم اكتر آآ حميمية اكتر آآ قرب. فكل الورق نفس يعني كله ورق حلو الحمد لله للجوزاء. خلينا نشوف عقلك الباطن يا جوزاء. شو عم بيقول لك هاي الفترة او عم على شو عم بتركز اكتر شي. آآ كي عندك آآ انتصار كبير. آآ شايفيته اكتر من ناحية عاطفية. آآ او حتى من ناحية عمل. فيه مشروع كان جامد فيه مشروع كان آآ يعني مكتوب له الفشل او كزا. شوي شوي عم ينور. وازا كان هذا الكرت آآ على الصعيد العاطفي لبعض الاشخاص. بش راي فيه شجرة عيلة فيه تطور للعلاقة في آآ ولاد في زواج في يعني فيه شجرة عم يتنور. شجرة العيلة الجديدة عم بتنور. حتى لو كنتم بتزوجين طبعا. طيب لو فيه تحزيرات او بشائر ممكن تكون. بس اكتر ايش تحزيرات هذا الورق. الورق. لبرج الجوزاء شو عم بيكون? آآ. هون طلع مقلوب آآ عم بيقول لك انه شوي روحانياتك يمكن عم تقل هاي الفترة يا برج الجوزاء عم تبعد شوي عن الروحانيات الصلاة الدعوات. فمتل مش تحزير. يعني تحزير يمكن انه لا ما تعمل هيك. آآ الفترة الجاي حاول انه تزيد روحانياتك تزيد آآ صلواتك تزيد العلاقتك يعني في ربنا بشكل عام. آآ. اكتر اشي هيك بفهموا انا هذا الكردس. هدول الكروت انا كتير بحبهم. ده ما بعضونا اشياء ايزابية. دائما يعني بس الاغلط. بيقول لك اتمنى. بيقول لك آآ اتمنى اي اشي هاي الفترة. آآ وتخيله فرح يصير. وكأنه عم بحكي لك في امني رح تتحقق هاي الفترة. فآآ اطلب وتمنى زي ما بقول لك. فكرت جدا جميل. يعني بكمل قراءتنا وبيكمل الامور اللي حكيناها. نشوف كمان نصائح. بقول لك انت اساسا آآ متل معلم روحاني في داخلك. ولكن انت مش نطور هاي الشكل اي? انت ما عم تتعاطى مع الطاقة الكاملة اللي داخلك. آآ زي ما قلت لك قبل شوي بالتحذير انه آآ بعيد شوي انت حاليا من آآ من موضوع الروحانيات فحاول انك تزيدها وتزيد الطاقة الايجابية طبعا اللي عندك اياها. بقول لك انت بالاساس شخص روحاني. وبالاساس ممكن تكون معلم آآ حتى روحاني او هيلر للناس اللي حواليك. آآ ولكن بقول لك نمي هاي هاي الموضوع. ما تخلي آآ يعني ضعيف داخلك. آآ نميه لانه له مستقبل معك. آآ بيقول لك ارجع طفل. اطلع من الطاقة اللي انت فيها الزعل والنكاد والآآ كزا. بيقول لك آآ هاي الفترة كتير رح تكون حلوة فآآ ارجع طفل ارجع استمتع بالامور اللي كنت استمتع فيها زمان آآ نبين برج الجوزاء شوي من كتر التجارب السلبية اللي عاشها بالفترات الماضية آآ صار حتى الاشياء اللي كان يستمتع فيها بطل يستمتع فيها. بيقول لك لا. رجع حالك لآآ لجوزاء الاديم. لا انت آآ شخصك الاديم. لا آآ شخصيتك الاديمة هي الصح. بيقول لك ما تتغير ما تخليك من جواتك انت اساسها مطفل. آآ فبس عم بيقول لك انه ترجع تستمتع بالامور اللي آآ وتعطي وقت لنفسك يعني مش كله شغل واهتمام بالآخرين تعطي وقت اكتر لنفسك. تحب حالك اكتر. آآ بيقول لك في في حقيقة معينة رح تظهر قدامك في او حقائق خلينا نقول في هاي الفترة فكون آآ متنبه جدا للرسالات الكونية لكل شي حواليك للحاسسات اللي داخلك. في كتير امور رح تظهر قدامك. آآ كنت انت منخدع فيها يمكن كنت انت آآ موهوم فيها. ففي حقائق كتير رح تظهر آآ قدامك ويكون موضوع لمصلحتك لحتى يكون لمصلحتك تكون كتير متنبه للرسالات اللي جايتك آآ من حولك. فآ حبايدي جورت الجوزاء بشوفكم بالآآ فيديو الجاي.